أصدقاء قناتنا الإخبارية مرحبا بكم أكد المحامي ياسين أعزاز اليوم الأربعة في تصريح لتونس الرقمية أنه تم الاعتداء معنويا وماديا على والدة الطفل القاصري الذي تم الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن الأسبوع الماضية بمركز الشرطة في سيدي إحسين مشيرا إلى أنه تم إعلام النيابة العمومية والفرقة المتعهدة بل ملف الطفل بهذا الاعتداء واعتبر الأستاذ ياسين أعزاز أن هذا الاعتداء هو نوع من أنواع الضغط والتهديد المسلط على أم الطفل القاصري لتتراجع على تتبع المعتدين على ابنها وأشار محدثنا إلى البلاغات الكاذبة التي قامت وزارة الداخلية والنقابة العامة للمصالح المختصة بنشرها بخصوص هذه الحادثة مضيفا أنه تم إعلام النيابة العمومية بهذه المسألة وسيتم اليوم تقديم شكاية بخصوص ما حدث أمس داخل مركز الأمن بجهة سيدي إحسين وبخصوص ما آلت إليه الأبحاث بخصوص قضية الطفل القاصري أفاد المحامي أن رئيس الفرقة المركزية للحرس الوطني المتعهدة بالبحث في هذه القضية قد أكد وجود مماطلة وعدم تعاون وصد من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني في البحث وكشف المحامي أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بإرسال ثلاثة أعوان لعرضهم على الطفل عشية أمس وهم أعوان لا علاقة لهم بالاعتداء فيما لم ترسل معطيات الأعوان الذين قاموا بالاعتداء على الطفل القاصري وتم قافهم عن العمل وفق تأكيده معتبراً أن إدارة الأمن تضلل وتغالط القضاء وتسعى إلى قبر الملف بالمماطلة والمغالطة وأكد المحامي أنه وإلى حد الساعة لم يتم جلب الأعوان المعتدين وهو ما يؤكد نية الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة والمساءلة محملاً مسؤولية ذلك لوزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة الذي يشرع للإفلات من العقاب وفق قوله والذي لم يحضر جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب حول الاعتداءة الحاصلة والتعذيب الأمني في حق المواطنين منذ شهر جانفي وإلى غاية اليوم